جاوز عدد سكان العالم عتبت ثمانية مليارات نسمة بحسب تقديرات شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة في الوقت الذي يعاني فيه العالم من غلاء امدادات الغذاء وتراجع الموارد وترجح الأمم المتحدة النمو السكاني إلى تطور البشرية لأن الناس باتوا يعمرون أكثر بفضل تحسن خدمات الصحة العامة والتغذية والنظافة الشخصية والأدوية وقال الأمين العام للأمم المتحدة في بيان له أن هذه العتبة فرصة للاحتفال بالتنوع والتطور مع مراعاة المسئولية المشتركة للبشرية تجاه الكوكب وينضم إلينا دكتور مصطفى تاج الأستاذ والباحث في علم الاجتماع السياسي بجامعات ابن طفيل أهلا وسهلا بك بداية من الزاوية العلمية الاجتماعية كيف تقرأون وماذا تستنتجون من هذا التعداد الهائل لسكان الأرض مرحبا سيدتي قد يبدو للواجهة الأولى بأن هذا الرقم مفاجئ ولكن بالنسبة لنا نعتبره رقما عاديا على الاعتبار أنه كان متوقعان خصوصا وأنه جرت العداء أنه على رأس كل 11 سنة و12 سنة تزداد عدد البشرية يعني بمعدال مليار نسمة وبالتالي هو رقم عادي ولكن الصياق الذي وقع في هذا الحدث اليوم هو صياق غير عادي على الاعتبار أنه رغم تحسين جودات الخدمات الصحية وكذلك رغم خفاض معدل الوفيات إلا أن معدل نموذ ديمغرافي في العالم بقي تابتان إلا من كل متبطئان وهذا مرتبط بأشياء أخرى ومسببات أخرى يمكن التطرق لها ماذا يعني ذلك تحديدا كيف أن عدد السكان الولادات تخطى عدد الوفيات للأسباب التي باتت معروفة ولكن لم ينتج ذلك تبدل ديمغرافي يعني معدل الخصوبة العالمي اليوم يعني حسب تقرار المعهد الوطني للدراسة الديمغرافية والذي بنت عليه يعني شعبة السكان تابعة للأمم المتحدة يعني يربط الأمر بأنه بثلاث عناصر أساسية أولا يعني معدل الخصوبة الذي بدأ يعني في الانخفاض اليوم تقريبا معدل العالمي الخصوبة هو جوج فاصلة خمسة لكل امرأة ويتوقع أن ينخفضك كذلك يعني في السنوات المقبلة هناك مؤشر آخر مرتبط يعني بمعدل بقاء يعني بقاء الناس يعني على قيد الحياة وهو معدل كذلك زاد في الارتفاع كما هناك اعتبارات أخرى مرتبطة يعني بمعدلات الهجرة مرتبطة بنوعية اليوم عندما تصدر تقارير تتحدث عن يعني الزيادة الكبيرة في أعداد سكان الأرض وتشير إلى بعض المخاطر خاصة في ظل الأزمات التي يعيشها العالم صوت صوت سيدتي نعم هل تسمعوني الآن نعم أسمعك دكتور أعيد سؤالي نعم إذن في ظل هذه الأزمات التي يعيشها العالم هل المشكلة هي في زيادة العدد أم في إدارة النظام العالمي هي مشكلة زيادة في العدد هو متوقع ولكن المشكلة الأساس هو في إدارة يعني البشرية خصوصا في هذا العصر الذي يعرفه تحديات مرتبطة يعني بالمناخ مرتبطة بالبيئة وتحديات أخرى مرتبطة بنوعية العيش على اعتبار أن اليوم هناك إشكاليات كبرى يجب أن تأخذها البشرية جمعاء وهي إشكاليات مرتبطة بضمان الأمن الغدائي بضمان الأمن الطاقي بضمان الأمن الصحي الأمن المائي إلى غير ذلك يعني من المتطلبات العيش الكريم كما هناك يعني مؤشرات أخرى وتحديات أخرى مرتبطة يعني بنوعية العيش في كل بلد من البلدان وفي كل قرى من القارات على اعتبار أن اليوم هذه الأرقام تحيل هنا على أن العالم اليوم هو عالم أفرو أسياوي تقريبا 61% الساكينة المعمورة توجد في آسيا وتقريبا 81% توجد في أفريقيا إذا قمنا بجميع هذا العدد فتقريبا 3-4 أزيد من 3-4 البشرية يعني كل هذه المؤشرات السكانية والبيئية والمناخية تذكرون بضرورة يعني ربما العودة إلى التعاون العالمي لوضع سياسات ربما أفضل شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة دكتور مصطفى تاج أستاذ وباحث في علم الاجتماع السياسي من جامعة ابن تاج